على قدم وساق تستعد مختلف البلديات للانتخابات البلدية وفق إجراءات احترازية تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المواطنين اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أعلنت بدء دعاية الانتخابية للقوائم والمرشحين في بلدية القربولي اعتباراً من اليوم حتى يوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من الشهر الجاري على أن يكون موعد الصمت الانتخابي يوم الجمعة الثاني والعشرين من الشهر نفسه وأن يتم الاقتراع في اليوم الذي يليه وتحت عنوان التوعية الانتخابية في ظل تحديات جائحة كورونا المستجد عقدت اللجنة الفرعية التابعة للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ورشة عمل لغاية التهيئة والاستعداد لانطلاق العملية الانتخابية ببلدية سوق الجمعة وفي الوقت الذي تبدأ فيه الدعاية الانتخابية في القربولي تشهد بلدية سواني بنياداً وزليتن وقصر الخيار وحيل أندلس يوم الصمت الانتخابي الذي يحضر فيه ممارسة الدعاية السياسية ويمنع خلاله على كل القوائم والأفراد ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية كما يمنع على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية عشرية الانتخابات التي ستشهدها هذه البلديات الأربع يوم غد الخميس تنفيذ هذه الانتخابات على مستوى البلديات وفق الأطر والتشريعات القانونية إشارة إلى إعادة المسار الصحيح لدولة القانون والمؤسسات وفتح الطريق الدستوري لتنفيذ الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية القادمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان